متابعي قناة انفودكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال عادة شركة ديب سيك بإصدار جديد هذا الإصدار نزل بشكل كده مفاجئ على هاجنج فيس بدون أي دعاية أو إعلان وهذا الإصدار هو ديب سيك فيرجن 3.1 ديب سيك فيرجن 3.1 حقيقة هو نموذج يعتبر بيز موديل والبيز موديل بيكون كده نموذج خام يعني نموذج خام لسه ما تمش تدريبه بشكل كافي يعني هو تم تدريبه بشكل أولي على كم ضخم من النصوص لكن ما فيش تدريب إضافي على فهم التعليمات يعني المحادثات إزاي تتم بينه وما بين البشر مش هتلاقيه بيشتغل بالشكل اللي احنا متعودين عليه لما بنيجي نعمل شات مع شات جي بي تي مثلا آخر تغريدة ليهم في 29 مايو لما تكلموا عن التحديث الجديد على R1 بتاريخ 28.5 وطبعا إحنا لا نختلف إن ديب سيك R1 يعتبر من أقوى النمازج المفتوحة حتى الآن بعدها يعتبر فيه نمازج تاني جي إل إيم 4.5 واتكلمنا عنه أيضا في الفيديو من الفيديوهات وعلى فكرة جي إل إيم 4.5 إير أيضا ممتاز للتشغيل المحلي على الجهاز ولكن دعونا كده يعني نتكلم ونقول إن حتى الآن هذه النسخة الأساسية مش هتفدنا إحنا كإند يوزر لإن إحنا كمستخدمين عاديين إحنا محتاجين نموذج يفهمنا ويكون مدرب كويس قوي على تلقي تعليمات المستخدم البشري ممكن يديك رد وكل حاجة ولكن مش هيكون الرد الزكي اللي إنت متوقعه فهو مش مناسب حاليا للمحادثة أو الكتابة أو البرمجة لكن لو إنت عايز تاخده عشان تدربه على اتباع التعليمات فالموضوع هنا مختلف مواصفات هذا النموذج إيه؟ هذا النموذج 685 مليار برامتر نافذة السياق بتاعته بتوصل لـ 128 ألف توكن ويقال إنه أدى أداء كويس في اختبار أدر للبرمجة بيتفوق على كلود أوبس فور والأهم إن تكلفته أقل 68 مرة من النماذج المغلقة طبعا ما نقدرش نحكم عليه دي كلها كلام حوالين النموذج ولكن زي ما قلت لكم يعني التجربة هي خير دليل فحتى الآن لا يمكن أبدا إن انت تحكم على بيز موضل اطلاقه المجاني إنه هو تم اطلاقه كده بشكل مجاني كبيز موضل مش صدفة لإن استراتيجية الصين من بداية يعني بتدعم المصادر المفتوحة عايزة تسرع انتشار الذكاء الاصطناعي عالميا حتى لو الكلام ده على حساب الأرباح قصيرة المدى أولا النموذج ضخم جدا وكبير جدا حوالي 700 حجمه حوالي 700 جيجا بايت فإحنا حتى الآن ما نقدرش نعمل أي حاجة صعب طبعا نشتغل ده عايز يعني مقد جهاز قوة عالية جدا من بطاقات الارتي اكس والرامات وأيضا كروت الشاشة الموضوع مش سهل إطلاقا يعني ولكن أكيد أكيد حنلاقيه قريب إن شاء الله على بعض المواقع اللي حتستضيفه أكيد وحنجربه مع بعض ده بشكل سريع ديب سيك فيرجن 3.1 الإصدار الجديد من ديب سيك وإحنا في انتظار النسخة المهمة هي نسخة اللي هي النسخة اللي إحنا نقدر نجربها النسخة المدربة إن شاء الله نحن في الانتظار إن شاء الله للتجربة قريبا وكده وصلنا لآخر فيديو النهاردة فيديو سريع ولكن كنت أحب أتكلم معيكم عن النموذج الجديد اللي سمع عنه من ديب سيك وهو ديب سيك فيرجن 3.1 شوفوا في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة إنفو تكفري وبحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فهيليت منسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم متابعينا الأعزاء ولكنت بشوفنا أول مرة ننسى اشتركوا سبسكرايب بالقناة شكرايب بالقناة